السلام عليكم أبطالي بعد نهاية مرحلة البلاي أوف رسميا بيتم سحب قروعة الدور الأوروبي لدور السطعش في مواجهات يعني ثعبانية أو خداعة تقريبا وبإنجلترا بيبي جوارديولا بيتكلم عن إيرلينغ هولاند وتراجع مستوى بالفترة الأخيرة مستوى التهديفي تحديدا وليفاندوفسكي بيتكلم عن خطأ فاتي فاتي اللي رح يغيب غالبا عن مباريات برشلون القادمة بعد إصابة بالمباريات الأخيرة أمام مانشستر يونيتد رح نتكلم شوي عن الموهوب ورح نتكلم عن هدف برشلون الأساسي بهذا الموسم بينما غريم وريال مدريد فبيخوط أول مباراة من سلسلة طويلة جدا من المباريات صعبة وبيبدأها بثلاث غيابات بليربي مدريد أمام الروخي بلانكوس اليوم السلام عليكم كيف كنت أبطالي إن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير صليوا على رسول الله قبل ما نبدأ بتفاصيل متل ما تعودنا صلي على رسول الله وزبطونا الفيديو خيو زبطونا الفيديو زبطونا الفيديو يعني زبطونا وضعه أخي لايكات من هون شيرات من هون ترك لك خمس ست سبلة 18 ألف تعليق يعني زبطونا وضع الفيديو وشوفهم من الأول حتى نهاية حتى نستمتع مع بعض زمانك مشترك بالقناة تشترك وفعل زر إشارات على الكلب قدم لك محتوى رياضي وكروي تحديدا ونوع بإذن الله تعالى وإذا عملك هذه الشغلات ففي توصيل معتادة لازم تحفظها وهي أنك ما تنساني اللايك الرهيب اللايك اللي بوصل هذا الفيديو الأكبر عدل ممكن من المتابعين حاول العالم وخلينا نبدأ مباشرة مع الدور الأوربي والتي انتهت مرحلة البلاي أوف مؤخرا مثل ما شفنا وكانت طبعا أبرز مباراة أكيد يعني ربما الناس كانت مركزة شوي مع نادي روما كونه في ناس نوع ما أوكي اس أوكي يعني ويوفنتوس نوع ما لكن يوفنتوس كانت مهمته سهلة على الورق إنما كانت تركيز الأكبر أكيد على مباراة مانشستر جينايتد وكذلك برشلونا الآن أنا ليهتمت بهذا الموضوع أولا لأنه طبعا فيه تركيز كثير على الدور الأوروبي بهذا الموسم عقد المواسم السابقة كونه فيه أندي قوية نوعا ما مقارنة بالمواسم الماضية وتانيا كونه فيه لغة كثير عم يحصل من ناحيتين الأولى أنه برشلونا خرج إلى دور المؤتمرات بعد ما طلع من الدور الأوروبي أمام مانشستر ويناتد لا خلاص طلع من البطولات الأوروبية وخالص يعطيك العافية شكرا انتهينا من أول سؤال وهذا أكثر سؤال للجانب التعليقات السؤال الثاني والذي هو يتكرر وشرحته 17 ألف مرة لكن لا يوجد أن يلوم الناس عادي فيه ناس ربما ما سمعت الموضوع فلازم عيده بشكل طبيع وهو أنه طيف حاليا قراءة دور السبت عشر شو كانوا عميل عبو الجماعة طبعا فيه ناس قديمة بتعرفوا الجواب لكن للتأكيد والتنويه كان اللي بيلعب حاليا هو مرحلة البلاي أوف وليس دور السبت عشر ماذا يعني البلاي أوف؟ اللي هنه تماني اللي خرجوا من دورة أبطال أوروبا من دور المجموعات وثواني مجموعات الدور الأوروبي يعني تماني وتماني سبت عشر بلاي أوف ملحق تمام؟ طيب والتماني المتصدرين ما بيلعبوا بيتأهدوا لدور السبت عشر مباشرة طيب بدون تماني تانيين معهم أوكي هن الفأزين من البلاي أوف واللي اكتملوا قبل يومين وكان منهم مثل ما بنعرف يوفينتوس إشبيليا باير ليفركوزن واللي انتصر بي مبارات رائعة جدا ضد موناكو مانشستر ريجناتر بكل تأكيد كذلك سبورتينجليش بونا أونيوم بيرلين واحد من فينورد أو شاختار نسيت معلش سامحوني وكذلك الريال بينما عندنا مثلا أوروما سانجلواز ما بعرف كالواز عاد شغل معامل العراق ولمعامل الأدئية ولا فرنسي أصلي ما بعرف عندك ريال بي تيس أرسنال كذلك فانر بخشة وكذلك فرايبورغ هاي أمدي بالأساس كانت متصدرة لمجموعاتها بالدور الأوروبي لذلك هنم متأهلين تلقى أيا لدور السبت عشر إذن البارحة سحبت القرعة وقتت النتائج قد تالي يوفينتوس سيواجه فرايبورغ ربما الناس على الورق ما بتعرف فرايبورغ وما بتعرف أداؤه بالفترة الحالية والأحرى هي ما بتعرف يوفينتوس وأداؤه الحالي للأسف يعني ناسب تنبهر بأداء يوفينتوس مع احترامي لجماهير يوفينتوس واللي أنا منه بكل تأكيد طبعا لكن اليوفي ليس اليوفي لولا ثلاثية أنخلدي ماريال أكتر من رائعة بالمباراة الأخيرة لما تأهل يوفينتوس سادقوني لأنه كان في فريق شبح حامي لعب الأرض الملعب حتكون مواجهة خداعة جدا بينما فنر بخشة تركي حيستضيف بالذهاب سيد البطولة الأوروبية الثانية وهو إشبيلية بكل تأكيد و ستكون مباراة خداعة وصعبة جدا أيضا لدينا لفيركوزن الأكتر من رائع والذي يقدمه ممتاز جدا مع تشابي ألونسو سيواجه في رينش فاروسي أو هيك شي اسمه معلش سامحون اسمه يعني صعب ولا ما بعرف نجاه النادي لدينا الأرسنال غانرز سيواجه سبورت انجليش بونا مواجهة صعبة جدا سيكون الذهاب على أرض سبورت انجليش بونا والإياب بملعب الإمارات أيضا مانشستير رونيتر سيواجه ريال بيتيس فريق إسباني ثاني وأيضا مباراة ثعبانية ريال بيتيس اللي ما علي ضغوط بكل تأكيد مثل اليونيتر أو ما علي الأضواء في نوردشيخ تاردونيسك و ريال سيستداد رح يواجه روما الإيطالي أما بالنسبة لمواعيد المباريات سيكون يوم الخميس 9 مارس يعني 9-3 9 الشهر القادم يوم الخميس أما مباريات الياب ستلعب مباشرة بالخميس الذي يليه والذي بيعتقد يكون يوم 16 الشهر حطوا لي توقعاتكم بخلات التعليقات و شو توقعاتكم لبطل الدور الأوروبي لهذا الموسم اللي تقريبا قوي جدا بل يعادل دوري أبطال أوروبا و خلينا نرول عن بيبي غوارديولا والذي تكلم عن مشكلة إيرلينغ هولاند والذي بدأت الناس تتكلم عنه لأنه كأنه إيرلينغ هولاند لم يسجل من زمانها لا يشوفوا لنكون واضحين إيرلينغ هولاند يقدم الطبيعي لأي مهاجم بالعالم لكن الفكرة أنه الناس تعودت بعد أول كلم مباراة أنه هذا هولاند يدخل بيسجل 3-4-5-6-7-8 قوال وبعدين بيطلع هيا هيا هذا الطبيعي عنده هو هم مشكلته عرفت شلون هو عودنا على اللا طبيعي فلما رجع الطبيعي صارت الناس تشوفه سيئ لكن بكل أمانة أنت بالنسبة لكمية الفرص التي نصنع لك من بالنسبة لمانشستر سيتي كان لازم كمانشستر سيتي تسجل أكتر في بعض المباريات كان ممكن تسجل فيها أكتر غوارديولا تخلم عن هذا الموضوع وقال ووصف ما معناه يعني بأنه الخطأ خطأي وخطأ المجموعة كاملة وليس فقط إيرلينغ هالند نعم في المباراة الأخيرة سنحت له بعض الفرص ولكنه لم يسجل لكن هو يستطيع ذلك وسوف يتخطى ذلك لأنه لاعب أكثر من رائع طبعا دير بالك تفكر أنه هالند فايت بأزمة أو عنده مشاكل لا 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 هالند هو الطبيعي حاليا هالند طبيعي يا حبيب شانتكون بالصورة يعني بس في مشكلة شوي بالمنظومة عم يشتغل عليها غوارديولا طبعا نوها غوارديولا لنقطة وليش أنا جبت هذا الخبر بصراحة أو هو التصريح طبعا غوارديولا لأنه أتكلم بموضوع كده عم يحكي عنه من كم يوم وهو أنه بيب حاليا عم يجرب فلسفة جديدة وقال هذا الكلام حرفيا هو قال لعبته بثلاث أشكال مختلفة في آخر ثلاث مباريات كان هناك تغيير يعني بيقصد دخل المبارات يعني حاول يستغله بخليني لكم إخراج أفضل نسخة دفاعية من منشستر سيتي بعدين بيفكر بالهجوم وهذا الكلام اللي حكا غوارديولا حرفيا حطوا لي يا راكم بالتعليقات شو رأيكم بمستوي السيتي بالشكل الحالي أو بالوضع الحالي هل بترشحوا لقب دوري أبطال أوروبا وهل بيحسن يلحق بالأرسنال بلقب البريمير ليك طبعا اليوم عنده مباريات رائعة رح نتكلم عنها بنهاية هذا الفيديو أما زمرولا عند برشلونة روبرت ليفاندوفسكي الروبوت واللي عمل هيك مع إنزوفاتي بعد المبارات الأخيرة أمام منشستر ويناتي طبعا الفكرة بسبب أنه الفرصة اللي روحها إنزوفاتي بآخر دقائق تقريبا وما ترك الكرة لروبرت ليفاندوفسكي يعني ومن هذا الكلام ليفاندوفسكي وبخوا لإنزوفاتي بغرف خلع الملابس وكذلك وهنا طالعين بالممر أيضا وقال له أنه كرة القدم تلعب بالعقل كان لازم تكون منتبه لي وأنا جنبك طبعا بعدين إنزوفاتي اعتذر منه وقال أنه هو ما كان أمركز معه بنفس الوقت طبعا إنزوفاتي أنا نادي برشلون عن إصابته وغالبا هيغيب عن المباراة القادمة ربما مباراة أو تنتين الله أعلم إذا كانوا تنتين فهيغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وحيكون غياب يعني نوعا ما مؤثر نوعا ما موكل لها الأد كثير المهم موضوعي إنزوفاتي بدي أرجع لورا شوي هيك فترة إذا بتذكروا حكيت مرة أنه صفقة ليفاندوفسكي مفيدة جدا لكن أنا شايفه هيأثر على بعض اللاعبين مثل فرانتوريس وكذلك اللاعب إنزوفاتي هلأ في ناس ما عم تفهم شو أصدي لحد الآن والله عظيم أنا ماني عارفان كيف بدي أشرحها بشكل أكبر لأنه أنا ماني مدرب بالنهاية الفكرة أنه روبرت ليفاندوفسكي تشعره بيضبط أكتر إما يكون فيه لاعب وراء 4-4-1-1 أو يكون 4-3-3 بحيث يكون ليفاندوفسكي هو اللي بالعمق وفي عندك جناحين على الطرف لهذا تلاحظوا أنه دنبل يضبط معه أكتر فرافيني ببعض الأحيان يضبط معه أكتر بالدي يضبط معه أكتر طيب لماذا فاتي مع ميزبط معه فران توليس كذلك الأمر لأنه هنا لعبين بيهاجموا المساحات بالعمق ليفاندوفسكي نوعية لاعب بيعيق تحرك هاي النوعية من اللاعبين فبيخد من المساحة الإبداعية خليني إليك قدام هذول اللاعبين إن شاء الله تعالى تكون وصلت الفكرة وهذا الشيء بدأت تضلح مع عالمه سبحان الله بحثت فوجدت أحد الأصدقاء تكلمت عنه مرة هيك ونقلنا خبر منه هو أحد المدربين بيدرب بأحد أندية الدوريات الأوروبية الشرقية طبعا وإن شاء الله تعالى لو صح لنا فرصة ممكن نستضيفه بيومنا الأيام بحلقة عنا مدرب أكتر من رائع أفكاره أكتر من رائعة ولاحظت أنه كان قايا حاكي نفس الكلام لكن حاكي من زمان كمان هو أنه حكي أنه صفقة ليفاندوفسكا حتأثر على فاتي تحديدا بشكل أكبر فسبحان الله يعني كانت صدفة حلوة فإن شاء الله تعالى منصديفه بوحدة من الحلقات ومنقرفكم عليه صديق أكتر من رائع لأنه بالنهاية لما تأخذ المعلومة من مدرب غير لما تأخذها من واحد يوتيوبر مثلي يعني ما عاد هيك ومزبط أموره وعاد عم يتفهما على العالم طيب هلا ما علينا حط لايكاتك إذا نسيت تحط لايكات حبيب وإذا أول مرة بتشوفني كمان رجع على شترك بالقناة وإذا عمل لايك كمان عمل لايكتاني كيف داكت عمله ما بعرف خلينا نظل مع برشلونة جمهور برشلونة حاليا صار فيه ثورة بعد خروج مولكل مولكل خلينا نكون واضحين ما عليش مولكل لأنه أغلب جمهور برشلونة حاليا تقريبا متفهم لوضع برشلونة نزل على الأرض نوعا ما معد مثل أول طموح العالي والمكابر وكذا حاس حاليا عم أفور لأ لساتو هيك هو لأنه جماهير برشلونة الجماهير الإسبانية بشكل عام بتحسون هيك بيمفي شوريشهم أكتر دغري بيطالبوا بيثقف عالي جدا طبعا حقا أكيد نسبة لوضع فرقهم بالفترة الأخيرة أنا بقصد ريال مدريد وبرشلونة فأي نكسة ما بيسكتوا عنه نهائيا كجمهور طبعا هذا حق وطبيعي بكل تأكيد لأنه فرقهم كانت عاملة شو وعرض بكل معنى الكلمة أوروبيا بآخر خمسة عشر سنة تحديدا المهم بس في ثورة كبيرة بعض الناس لك تشاف يسيئ وكذا من هذا الكلام بعد الخروج من منشستر طب لحظة شوي ليش ما منحط نقاط على الحروف يعني أنا ما بشجع برشلونة بس والله حسيت حاليا عمدافع عن فريقكم أكتر منكم يا جماعة بالنسبة للبرصة شو هي الأولويات دائما في أولويات بأي مشروع رياضي وبيكون رأسها اقتصادي كيف يعني الآن أنت كنادي برشل أنا بالنسبة للوضع اللي عم يمر فيه عم يمشي أمور رياضيا بأفضل شكل ممكن حتى تقول لي بس خرج من دور الأبطال لك يا أخي طول بالك بيكون في خطة اقتصادية وماشي أول بأول الآن أنت بلك تحاول تعود الفاقد المادي اللي خسرته طيب نفكر إذا راح جبت الدور الأوروبي يعني هذا الشي حيفيدك لا حبيب ما حيفيدك بتكون بالصورة يعني لأنه إذا أنت أخدت بطولة الدور الأوروبي أخدت 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 يعني هيك فز البطل أنت 14.4 مليون يورو خالصين هي جائزتك وبتأخذ طبعا بدل على كل مباراة انتصرت فيها بمسيرتك من بداية الدور الأوروبي وحتى النهاية فهون الموضوع بيعتمد على كم مباراة انتصرت طبعا مو كل مباراة بتأخذ عليها نفس المبلغ لا يعني أنت ممكن تلعب من المباراة النهائية وما تأخذ عليها لأنه تكون أنت بالأساس تعادلت تعادلت ولعبت ضربة جزاء انتصرت فأنت ما تعتبر فز المباراة انتهت بالتعادل كذلك بالمباراة الأقصائية نفس الشيء مثل مثلا مباراة الذهاب ليونيتد وبرشلونة يعتبر ليونيتد تعادل مباراة وانتصر مباراة ما يعتبر انتصر مباراة هو انتصر مباراة وتعادل مباراة فتحسب تعادل فبتكافأ على أساس مباراة تعادل بتكون مكافأتها قليلة هينقدر نركز فيها أحيانا بيروف فريق بيأخذ بطولة دوري أبطل أوروبا بس هو ما انتصر كل المباراة على الطريق الضهد عادل مثلا أو خسارة بريمونتادة خسارة بريمونتادة مثلا ريال مدريد هي فكرة حلوة هو بطل دوري الأبطال لكن أنا بس للتوضيح شوفوا كيف يتم الموضوع كل مباراة بتحسب عليها انت فزت ولا لا ما الموضوع جبت البطولة انت فزت ولا ما فزت كذلك النقاط الأوروبية لترتيبك الأوروبي تنحسب إذا انت فزت ولا لا إذا انت عم تتعادل وتخسر بعدين تتأهل بغض النظر يعني فأنت أوكي هون كتير استنزفت اقتصاديا واستنزفت نقاطيا من ناحية الترتيب الأوروبي تمام خلينا نكمل مع برشلونة ونركز بهذه النقطة معتنا حديدا 14.4 مليون يورو هذا المقطوع إذا أخدت البطولة طيب الليقة الإسبانية إذا أخدتها يا صاحبي 61.2 مليون يورو أو 61 لأنه في هيك فرق اقتصادي بقصة معينة 61 مليون يورو تحديدا لبطل الدوري الإسباني فأي الأولوية يا كبير لما عم قلكن أولوية برشلونة هي الدوري الإسباني وليس الدوري الأوروبي بتمنى تكون للناس بس اقتنعك لني بهاي النقطة أيضا عندك بطول السبر أوروبا في 12 مليون يورو نسيت أنا إذا كانت هي مبلغ مقطوع للبطل ولا هي كانت تتوزع كذلك عندك لسه عمي قاتل على كأز الملك إسبانيا فالموضوع لسه ما انتهى برشلونة ماشي على الطريق الصحيح اقتصاديا كأول خطوة حاليا نتذكروا كلامي كنت قلكن كان المفضل من برشلونة أول ما عمل وتبعد شوي بدور الأبطال هلا ما مش الحال بدور الأبطال ورحت الدور الأوروبي كمان يا أخي صرفك مع مانشستر يونيتد يعني أمرك لأله انت بنهاي ما كان فريق سيء خلينا اقتصاديا هلا عم نحكي تمام خلاص ركز على الليجة المحلية واخد كأس السوبر أوكي من هون شوي من هون شوي عوضت الفاقد لان انت بس انتصرت بالليجة هتاخد مصاري الليجة كفريق وحتتتأهل دوري أبطال أوروبا هتاخد 14.4 مليون يورو لانك تأهلت إلى دوري أبطال أوروبا تخيل يعني كمان عوضت هنا عرفت شو الفكرة هاي نقطة مهم جدا ثاني شي فريق برشلون أماني يونيتد ما كان سيء البرشة البرشة واجه فريق الآن من العتاولة بأوروبا كقوة حاليا أوكي اليونيتد ربما ما يكمل بنفس طويل لآخر الموسم لانه ما عنده العمق هذا الدبث ما عنده مثل غيره من الفرق لأ لسه بده بده أكتر يعني أنا هاي وجهة نظري بصراحة كحدة مركز كتير مع الإنجليز لأماني أنا بحب الإنجليز بتعرفون يعني فلسه ما عنده للي بس راس لراس بلعبك مباراة حلوة كتير ومباراة مفتوحة لان انت واجهت فريق قوي جدا وعنده العمق الأفضل منك نوعا ما حاليا لانه انت واجهته مصابين الأساسيين ولعبته الاحتياطيين فما في كتلوم تشافي هيرنانديز نعم تنهاج أذكى منه كان أكيد لكن تنهاج تجربة الأوروبية أطول حتى اللي كان بأي أكس وين من كان أفضل وأطول من تشافي هيرنديز لأن تشافي حديث عهد بموضوع التدريب ولسه عم يتعلم برابو عليه لحد الآن أنا هي وجهة نظري حط اللي يرأيك عزيزي البرشلوني بخانة التعليقات وتعروا لعند المرانجيريان مدريد والتي أعلن عن قائمته لمباراة اليوم البلانكو مثل ما بنعرف اليوم بيواجه أتلاتيكو مدريد الروخي بلانكو سبيديري بي مدريد بوحدة من مباريات بسلسلة طويلة جدا من مباريات صعبة وحتم تد لنهاية شهر ثلاثة كل مباراة أصعب من الثانية وخليني بس بالأول معلش ممروا على مباريات اليوم كونه في عودة للدور الإنجليزي مباريات حلوة اليوم طبعا الباريحة فولهام مواجهة وفولهام ثو بالبريمير ليك بالجودة الجديدة لكن اليوم تستكمل المباريات بداية يوم من الكرة ورح يكون السادسة مساء طبعا بتوقيت مكة المكرمة أي مباراة بحكيها بمواجهة بين ليستر سيتي الثعالب رح يواجه أو يستضيف القانارز أرسنان متصدر الدوري واللي حيسعى حتى ياخد ستب جديدة بلقب الدور الإنجليزي الممتاز بإذن الله تعالى بعد ساعتين بالضبط بالدور الإيطالي إمبوليا رح يستضيف نابولي واللي داعس على وش كل الفرق محليا وكذلك أربيا وأتبقى ثلاث نقاط جديدة كفارة سخيلية حيسجل لوزانو حيسجل فيكتور عوسميني اليوم يمكن ما يسجل تذكروا هالكلمة هيك ليش ما بعرف فسأنا حاسهم هيك بالتناوب بيسجلوا جماعة يعني أغدين كرة القدم هيك تستلاي يعني المهم يا جماعة وبعد نصف ساعة ريال مدريد بيواجه أتليتيكو مدريد الرخي بلانكوس ساعة 8 ونصف بتوقيت مكة المكرمة بديربي مدريد بينما بذات التوقيت أيضا عننا بوردمونت واللي رح يستضيف مانشستر سيتي ووصيف الدور الإنجليزي لحد الآن السيتي واللي مطالب بالفوز وعدم نزيف أي نقطة هذا المستوى المحلي بينما رح يكون ختام هذا اليوم الساعة 11 مساء بمباراة أنا ما رح شوفها أو رح شوفها ولكن ما رح حللها لأني حصور مباشرة بعد مباراة ريال مدريد كريستال بلاس ولي رح يستضيف الريدز ليفر بول أما إذا ما شوف ريال مدريد اليوم قائمته شهدت ثلاث غيابات أساسية ومهمة جدا بكل تأكيد فيرلند مندي بحستمر غيابه لكن فيه إضافتين جداد واللي هيني أوريديم وكذلك ديفيد ألابا واحد منهم هل يغيب عشرة أيام مبدئيا والثاني لمدة شهر هل ممكن يتعافوا قبل الله أعلم طبعا ريال مدريد لازم يحاول يرك على نفسه وقدر الإمكان بهذه الفترة ويحاول يكون صاحب نفس طويل ما بتعرف شو يصير مع بارشلونة ربما يتعثر ربما أنت تلحقوا بالدور الإسباني المحلي الله أعلم رح تكون عندك سلسلة مباراة من هون وحتى الشهر القادم نار طحن 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 بكل معنى الكلمة بحيث أنك اليوم ستواجه إتاريكو مدريد قبل ما تتروح يوم الخميس تواجه بارشلونة بالكلاسيكو بكأس ملك إسبانيا أو شونسيتو يا جماعة يعني مباراة بالكأس يوم الخميس بكل تأكيد بدور نصف النهائي بعدين رح تروح تزور ريال بيتيس أيضا مباراة معقدة وصعبة جدا بينما بعدها رح تروح تلاعب الولد العاق لبرشلونة واللي هو إسبانيول هل يشوفوا هذا النادي شاطر بس يزعج برشلونة فلا تخافوا من هذا الموضوع بعدين حترجع تواجه مباشرة بـ 15 شهر نادي ليفر بول بإياب دوري أبطال أوروبا أتوقع هذه المباراة ربما تكون أسهل المباراة تصدقوني لأنه نفسيا انتهى ليفر بول هذا الموسم وبعدها مباشرة بأربع أيام بترجع بتواجه برشلونة بالكلاسيكو المحلي بـ 19 ثلاثة سلسة من المباراة على فكرة ما أنا سهلة نهائيا وصعبة على المستوى البدني والإستنزاف البدني فلازم يحاول الريال يركز أكتر على موضوع الإستنزاف البدني والاحتراق البدني للاعبي والاسترجاع بأسرع وفترة ممكنة على فكرة بعدها في مباراة صعبة يعنيها يعني بعد رح يواجه بلد الوليد رد بيرجع بواجه برشلونة بالإياب لكن بيكون في فترة نوعا ما حوالي الأسبوع أو العشرة أيام من الراحة أحباء الكرام هذا كان كل شيء عندي لليوم ما في كتير موضوع لكن حبيت عمل جولة هيك عن آخر الأحداث الكروية بشكل عام خطو ليا راكم بقية التعليقات بشوفنا على خير بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله